سيد حسن إزاي بيتم إعداد القوائم وعلى أي أساس بيتم الموافقة أو قبول الإفراج عنهم أو الرفض من قبل جانب الإسرائيلي؟ أعتقدين تم الاتفاق على القواعد الأساسية قبل الأسماء أنه من سيطلق صراحة مواصفات وضعات مواصفات في البداية لأنه احنا بنحكي عن صفقة ليست كاملة هي صفقة جزئية أنه مقابل كده بدنا كده وفي تالي المسألة محددة مواصفات يعني مبارع كان النساء كده سنة أطفال دون التسعة عشر وهي وضعات شرط لأنه مش كل شيء هذا ما سيطلق صراحه حتى في كل الملاحظة اللاحقة وإحنا عندنا إحصائية بعدد النساء والأطفال الموجودين في سجون الاحتلال موجودين أعتقد أنه طبعا في قامة هيئة شون الأسر عنده كل الإحصائيات وكل الأسماء والسنوات والأعمار موجود كاملا يعني يمكن رجوع إلى هذا التفصيل ولكن الحديث عن المواصفات هي متبادلة يعني الفلسطين بيحط شروطه الإسرائيل بيحط شروطه ثم يتم عبر القناة المصرية والقطرية يتم استفاهم على استيغة النهائية وبعتقد اللي حدث مبارح أنه أول مبارح صارت أخير في بعض آليات الاتفاق على بعض الأسماء مش المواصفات آلية التسليم لأنه كمان هي جزء أمنية نتكلم عن كيف يمكن أن آلية التسليم جزء من الأمن الصفقة نفسها لا يستطيع اللي يكون متفق عليه كمان المسبقة لأنه الشباب اللي عندهم رهائن اليهود أو الأجانب من تواديل جنسية بيراعوا البعد الأمن وهم بتعاملوا مع نقل بتعرف عدد كبير وسيارات هذا مش شخص يعني مش زي شريط الحدث اللي خار مختلف الآن بدك تراعي بعض الأبعاد لذلك المسألة شوية مرات تأخذ وقت أكثر تعقيد لكن بأعتقد أنه مسألة الآن فلت أنه كان من ثلاثيني بحاجة إلى مثل هذا الوقت المؤقت